عفى صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد ببرقية تهنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة هذا نصها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أبعث لكم أسماء آيات التهان والتبركات بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليكم مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية وأود أن أؤكد في هذه المناسبة الطيبة الاعتزاز بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدين الشقيقين والتكامل الوثيق بيننا في مختلف المجالات والتنسيق في كافة القضايا الهامة باعتباركم العمق الاستراتيجية والبلد صاحب الدور المحوري في منطقتنا وقد وصلتم تعزيز موقعكم الريادي عبر قيادة جهور التصدي الحازم لقطع دابر الإرهاب وصون الأمن والاستقرار في المنطقة والتأكيد على وحدة الصف حيال التحديات الملحة التي تشهدها المنطقة ومثلما أنتم اليد الحازمة التي تحمي فأنتم كذلك اليد العازمة التي تبني وتواصل تحقيق الإنجازات والمقتسبات التنموية لتحقيق المنزيد من العزة والازدهار للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق العزيزة سائلنا الله العلي القدير أن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر وللشعب السعودي الشقيق كل تقدم وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة وللعلاقات بين بلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء ودمتم بعون الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء